فقدك بر الحمل، فقدك العامة، أنت في وضع استقرار، وأنت في وضع تحقيق أماني، وما ترغب به تشعر بأنه ما ترغب به يتحقق. أنت في وضع استقرار وراحة، ولكن هناك أمي عزيزة على قلبك غالية، هذه تسعة أماني، وينقفط أمي لكي تكون في سعادة كاملة، وأنت تشعر بهذا الشيء. أنت تقعد أو تجلس على مقعد خشبي، وتحاول أن تكون مستقر ومرتاح، ولكنك في الحقيقة أنت غير مرتاح، تريد أن تكون فقط هذه الأمية أيضاً في حياتك. أنت تشعر بأن هذا الحبيب يعطيك الطاقة الإيجابية، هو إنسان جداً مرح وطفولي وجذاب، وأنت منجذب إليه بطريقة عالية، وتشعر به وكأنه الأمل والتفاؤل. تشعر به كأنه الأمية التي تتمنى أن تتحقق، أنت تحبه جداً لهذا الشخص، وتشعر بطاقة إنجذاب عالي باتجاهك، باتجاه هذا الشخص. الحبيب هو لا يبدي بهذه الفترة أي مشاعر بالنسبة لك، هو وكأنه محتار بين قرارين وبين شخصين، ربما يكون في علاقة ثانية، ربما يكون هذا الشخص متزوج أو مرتبط من أحد غيرك، وأنت تعلم بهذا. هذا الحبيب لا يظهر أي مشاعر إعجاب على وجهه كما قلت في هذه الفترة، هو قليل الكلام، لا يبدي بشكل عام كلام، لا يظهر الكلام ولا يظهر مشاعر، وهو إنسان ناجح في حياته، مهتم بمشاريعه وأعماله ونجاحاته ومستقبله. هذا الحبيب صحيح بأنه لا يبدي أي مشاعر، ولكنه في الحقيقة هو يحبك جدا، هو يريد أن يقدم لك عرض، عرض بالحب، هو يحبك ويريد أن يصارحك بهذا الحب ويعبر لك عن مشاعره تجاهك. هو لا يريد أن يكون في علاقة عابرة معك، هو يريد أن يكون في علاقة استقرار، في علاقة حب صافي وصادق، هو يحبك هذا الشخص من كل قلبه، ولكن هذا الإنسان لأنه عاقل وحكيم وذكي جدا، لا يظهر أي مشاعر عليه، ولكنه في الحقيقة هو جدا يحبك لدرجة كبيرة أيضا. هو متواصل معك بالروح بدرجة كبيرة. ربما يكون هذا الشخص كما قلت في زواج وهو الآن يحاول الاختيار، أو في علاقة وهو الآن يحاول الاختيار. طاقتك لهذه القراءة أنت تظهر وكأنك في طاقة الشباب، ربما تظهر في طاقة شخص ليس كبير بالعمر، ولكن أنت احتمال بأنك تكون لست صغير في العمر، ولكنك روحك مريحة وروحك روح الشباب. وأنت تظهر بهذه الطاقة وهنا تظهر أيضا بطاقة شباب أنت، إذن على الأغلب أنت بالعشرينات من عمرك. ربما أنت أيضا تكون كنت في زواج وأنت تزوجت في سن صغيرة مبكرة لأن هذه البطاقة تقول لنا بأن هناك مشاكل عائلية ستحل. احتمال بأنك قد كنت في زواج منذ فترة وأنت في سن صغير تزوج، والآن هناك مشاكل عائلية بينك وبين هذا الشخص، هذا الحبيب، ولكن هذه المشاكل لست حال. أو أنك أيضا كنت في زواج وتريد الدخول في علاقة ثانية لأن تقول هذه البطاقة أنت به العلامات الحمراء. هناك علامات تنبهك بأن تحضر من شيء يمر الآن في هذه الفترة في حياتك. وأنت تشعر به، ولكن احتمال بأنك تشعر به وتراه، ولكنك لا تريد أن تقبله أو تتقبله، تحاول أن تخبي عليه. أجل، لا داعي للقلق، الأمر صار، الأمر حصل، لكن هذه الرسائل الكونية تحصل، تريد الكون أن يحذرك من أمر ما يحصل في حياتك. أنت إنسان بطبعك، أنت إنسان صادق، طيب القلب، وبسيط لدرجة كبيرة. وهذه الرسائل الكونية تقول لك انتبه، هناك علامات تنبهك احتمال بأن هناك إنسان مخاضع في حياتك، وإنسان يريد بك سوء. وهذه العلامات تدلك على أن هذا الشخص، تدل على أن الشخص موجود في حياتك، أو أي شيء موجود في حياتك، يدلك على الخطر. فانتبه لهذا الأمر. إذن أنت في طاقة بداية جديدة، تريد أن تبدأ بداية جديدة، تريد أن تظهر إلى العالم، تسافر، تغير حياتك، تريد أن تجرب أمور كثيرة في حياتك، تريد أن تكون إنسان منطلق، عفوي، تريد أن تعمل علاقات متاحة لك، لا تريد أن ترتبط ربما في هذه الفترة بعلاقة جدية ورسمية. أنت إذن تريد أن تكون تمرح في هذا الوقت، ولا تريد أن ترتبط بأحد، وتريد أن تعمل بداية جيدة. ربما كما قلت، تريد أن تسافر إلى أي بلد، أو تريد أن تعمل أي مشروع أو أي شيء، ولكنك انتبه أنت إنسان بسيط وطيب القلب لجرجة عالية، وانتبه من المخاطر التي تكون أمامك، وانتبه لأشخاص سيئين، ربما يظهرون في طريقك في المستقبل. وهناك علامات حمراء تدلك على هؤلاء الأشخاص، فانتبه منهم. طاقة الحبيب، طاقة الشخص الذي تريد تحبه، إذن ربما تكونان في علاقة جديدة أنتما، يظهر بأنك أنت، ربما أنت كما قلت في علاقة الزواج كنت، وأنت تريد أن ترتبط بشخص من بلد آخر، في زواج من بلد آخر، أنت تريد أن ترتبط ببلد أجنبي، وتترك زوجتك أو زوجك وعندكم أطفال. ولكن هذه البطاقة تقول لك احتمال بأنه يوجد علامات حمراء تمنعك من هذه، انتبه إلى الأشخاص، إلى الأشياء السيئة التي تكون في حياتك، وحل الأمور العائلية، وارجع إلى عائلتك، لأن هناك علامات حمراء تقول لك لا داعي لهذا، انتبه لهذه العلامات الحمراء. فهذا الحبيب ربما كما قلت هو من عالم آخر غير عالمك، ربما من مختلف عنك بالجنسية، بالبلد، بأي شيء، ربما تكون هذه البطاقة أيضا هي مشاكل عائلية، مشاكل عائلية أيضا اختلافات عائلية، اختلافات بالجنس، بالبلد، بالدين، بأي شيء، وهذه المشاكل تكون ربما مشاكل من هذا النحو، وهذه المشاكل تقول لك البطاقة أنها ستحال، إذن الحبيب من طاقة مختلفة عنك، ربما يكون الحبيب في سفر، أو ربما تكون أنت تريد أن تسافر إلى هذا الحبيب، هو في بلد آخر غير بلدك، وأنت تريد أن تسافر لهذا الشخص بوقت قصير، تريد أن تبدأ معه بداية جديدة هناك، أو أنت هناك أيضا ربما تكون في سفر مع هذا الشخص، إذن الحبيب في وقت نجاحات أيضا وفي وقت بداية جديدة يريد أن يبدأ بداية جديدة معك، احتمال كبير، بأنكم احتمال بأنكم تعرفتم على بعضكم منذ فترة، وأنتما تريدان أن تبدأ مع بعضكم بداية جديدة، مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تشعر بأن هذا الحبيب هو السعادة الكاملة، السعادة التي تتمنى أن تكون بحياتك، فأنت في الطاقة الآن ظهر لنا بأنك في طاقة التسعة كؤوس، وأنت الآن تتمنى تشعر بأنك في عشر كؤوس، وهذه الأمنية النقصة عندك في هذه الكرد تتحقق مع هذا الشخص، أنت ترى بأن هذا الشخص يكمل عليك حياتك، أنت تحبه لدرجة كبيرة، تراه الشمس المضيئة التي تنير حياتك وتعطيك الدفع، وهذه الكرد أشعر به بأنك بمقدار الحب الكبير التي تكون له لهذا الشخص، أنت تحبه لدرجة عالية لا تتصورها، لا يتصورها أحد ولا يتصورها هو أيضا، أنت تريد أن تكون معه في زواج، هذا الشخص، هذا الحبيب، هو يشعر بالخوف، يشعر بالإحباط، يشعر باليأس، هو ربما يشعر بالمرض، ربما كان مريض نفسيا، مريض في جسدي، يعاني من مشاكل نفسية كبيرة هذا الشخص، ربما كان محبوس في سجن، ربما كان متعرض لضغط عالي في السجن، ضغط كبير، ربما كان في مشفى، وخرج من مشفى مرهق ومتعب لدرجة كبيرة، هذا الشخص ربما عانى من مشاكل وعلاقات سابقة، أرهقته وأتعبته، وأصبح غير قادر على الثقة، عديم الثقة بأي شخص بأي شيء يكون عنده في حياته، هو لا يثق بأنك تحبه، ولا يثق بأي شخص آخر، ولا يثق بأي أحد، هذا الشخص هو متعب جدا، ومن الواجب عليه أن يحصل على الاستشفاء لكي تمشي هذه العلاقة، وربما هذه العلامات الحمراء التي تقول لك هذه البتاقة، أنت صحيح بأنك تحب هذا الشخص، ولكن هناك العلامات الحمراء احتمال بأن هذا الشخص إنسان غير سوي، غير طبيعي، ربما هو يعاني من مشاكل وأنت بغنى عن هذا الأمر، ربما هذه العلامات الحمراء التي يريد الكون أن ينبهك لها، انتبه لهذه القراءة، وانتبه لحياتك العدي التي تمره حولك، وحاول أن تقارب هذه الكروت على حياتك، وترى الأمور التي تنبهك إليها العلامات الحمراء الموجودة في هذه الحياة، الحبيب يراك بأنك أنت إنسان شخص حر، شخص تحب، وكما يظهر لنا بهذه الضاقة أيضا، بالفعل، هو يعراك مثل طاقتك، هو يعراك إنسان بسيط، طيب القلب، تريد المرح، تريد تحب البدايات الجديدة، تحب له، تحب الحياة غير مسؤول، تحب الغير مسؤولية، وهذه يريد أن يراك تحب أن تعيش بحريتك، باستقلالك، لا تحب الارتباط بحد، لا تحب أحد أن يقيدك بشيء، أنت تحبه جدا لهذا الشخص، ولكن تحبه ربما تحبه بطريقة لا تريد أن تكون معه في الزواج، ولكن في هذه الفترة احتمال أنك تريد أن تعيش حريتك، تعيش حياتك بالبداية، وثم تراه الشخص المناسب، أنت تشعر به وكأنه هو مكمل عليك حياتك، وتشعر شعور كبير أنت تحبه لدرجة عالية من الحق، ولكنك لا تريد تحب أن تكون حرا، احتمال بأنك تحب أن تكون معه بارتباط، وتشعر بأن هذا الشخص يعطيك الحرية التي تتمنها، وكما قلت، احتمال بأن هذا الشخص من بلد أجنبي، وهو يتركك على راحتك، تحب موسيقى